احداث ميضية سخينة جدا الحقيقة ما بين تداعيات مطش المصري ويمكن السعاب بتهدى وسعاب بتسخن ولكن في الاخر هي مستمرة طبعا في عدم رضا واضح جدا من جماهير قلتس الاهلاوي على العقوبات او على قرارات اللي صدرت على المصري طبعا ده غير كمان مجموعة تانية من المباريات اللي تلعبوا تحتين مبارياتين بارح تلعبوا كانوا مهمين جدا طبعا اول مباراة كانت الزمالك وافريكا سبورت ده كانت استاد كلاه الحربية من غير جمهور واللي كانت في تلهاب دور اتنى وترازيما ببطولة دوري ابطال افريقيا واللي فاز بها الزمالك بهدف نظيف على افريكا سبورت ايضا كان فيه الاهلي واللي اتعادل مع البن الاتفيب حنتكلم على مبارياتين دور حنتكلم برضو على الازمة اللي مزالت مستمرة وزي ما بيقولوا نار او دم الشهداء اللي ما بريتش على حد تعبير جمهور قلتس الاهلاوي وده حيكون من خيال دفنا متميز جدا الاستاذ كابتن ايهاب الخطيب النقد بمصر اليوم صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير استاذ ايهابو نبتدي طبعا معاك باخر مباراة تمت ونبتدي بمباراة الزمالك وافريكا سبورت وتعليقك عليها ايه كانت مباراة صعبة؟ يمكن طبعا مباراة كانت صعبة صعوبة المباراة ليست لصعوبة المنافس من افريكا سبورت فريق كبير هو فعلا فريق قوي ولكن لعدم قدرة الزمالك وده برضو اللي هنقوله على الأهلي على الاستعداد الجاهد للمباراة تخيالي أنك بتستعد المباراة بتعملي استعدادات سرية وبتلعبي في السر علشان الأمن قالك ما فيش جمهور العب حتى ماتشتك الودية من غير جمهور ممنوع مش أقدر أمنها لك تمرينات بتعطيك غير معلنة لا تمرينات بتتمرن يعني بس عشان تعمل بروفا للماتشي أنت متخيل أنت لو فيه ممثل بيعمل مشهد بيعمل عليه بروفا يعني طالع هوا أو بيعمل مشهد في فيلم من غير بروفا هو ده زي ما يطلع فأنت وصلت في الكرة للمرحلة دي أنك طالع بالمباراة زي ما تطلع فيش ترية ماتش مفيش قبلها بتعمل ماتش ودي بشكل كويس تقف على قوام لعبتك مفيش التدريبات اللي هي قوية بتقاهلك لمباراة وديها وتطلع منها أو الزمالك لعب مبارتين في السر كده زي ما بنقول ولكن ما كانش الاستعداد جيد أنا هنا الظروف خلت الأهل والزمالك أكبروا على عدم الاستعداد الجيد في مواجهة فرق أفريقية يعني جيدة في هذا التوقيت وفي الدور للتنين وثلاثين لبطولة دور الأبطال الأفريقية طيب ما في الكلام أحر أتكلم على مباراة الأهل زي ما حدك قلت وهو كان فيه برضو أنت رأيك اللي كان فيه عدم تجهيز إيه تاني كان مشاكل للأهل مبارا وبشكل عام برضو عايزك أعتيل الزمالك لأن عدم أحنا نتكلم لتنين في السر كواحد لأنهم متصلين شوية في اللي سر أولاً هاخدها لك من ناحية النتائج الزمالك يبكن كسب واحد صف النتيجة مش مطمئنة شوية في مباراة العودة الأهل التعادل مع البن الأسيوبي هناك وكان ممكن يكسب مستوى البن الأسيوبي أقل شوية من أفريكاس بورد يعني المستوى الفني برضو عشان إيه لأن الأهل زهر مبارح أفضل شوية فناس قلت لك ده الأهل جاهز لا هو المنافس أقل أقل شوية وفي نفس الوقت منويل جوزيكا ليه تصريح مهم جداً بعد المباراة قال إن نتيجة التعادل مع البن الأسيوبي نتيجة خادعة يعني ما نستقرش ونقول إحنا أحسن وإحنا عملنا نتيجة إيجابية خارج الملعب ولو كانت بالتعادل عشان أجي على ملعبي أعود أفكر لأنا كنت أفضل فبالتالي ما أجدش على ملعبي فده اللي بيحذر منه منويل جوزيكا وقال إن البطولة الأفريقية مش آمنة وخادعة والنتيجة دي خادعة نفس اللي بقولك عليها سيد شريف اللي حصل مع الزمالك اللي حصل مع الأهل في الاستعدادات ولكن برضو كان فيه صعوبات للأهل أعرف أسيوبيا فوق مستوى البحر بأكتر من 3.000 متر فبالتالي الأكسجين كان آلل والشوت الثاني برضو اللعيبة كانت آلة الأهل مبالح خسر تغييرات الطرارية في تغيير سيد معوض وجده في إصابات سيد معوض ممكن ما يلحقش لقاء العودة يوم 8.4 كذلك برضو انت عارف هيتطار الزمالك والأهل في الفترة دي من هنا لغاية 8.4 يبدأوا يجهزوا ممكن يجهزوا برا مصر يعملوا معسكرات خارجية يبدأوا يشوفوا هيعملوا إيه ولكن هتبقى فيه بقى يعني صعوبات شوية برضو نفس القصة انت مش قادر تجهز بالشكل الأمثل خاصة أن مبالح كان فيه شروط أمنية تعجزية لإقامة الدورة التنشطية اللي المفروض كانت تقام الشروط الأمنية تعجزية فيه شروط في الملعب وأسوار وهذه الشروط أيضا اللي تنطبق مع شروط الفيفا لعبة كرة القدم عشان بس الناس تبقى واخدى بالها ورياضة كرة القدم لا تدرها سياسات أو لا تدرها حكومة دي دولة بترقصها الفيفا الفيفا اللي بترقصها يعني كل الناس اللي بتلعب كرة قدم المظلة بتاعتهم الفيفا لو حدث أي تدخل حكومي في اللعبة أو في إدارة اللعبة اللعبة بيتم تجمدها وده حصل في حيثة كتير جد في مواقف كتير بالزبط فموقف الأهل والزمالك الاتنين موقفهم صعب شوية الأهل تعادل مع البن الأسيوب والماتش الجاي على ملعبه هلعب في سادة كلها الحربية الماتش مسهل الزمالك أصعب شوية أصعب شوية يعني مأزق يعني مكسب واحد سفر مش مطمئن أوي لكن أنا أعتقد أن لعبة الزمالك والجهاز الفني قادرين على التعامل خارج ملعبهم بشكل جيد يعني إحنا دلوقتي ما ينقصهم هو الاستعدادات والحالة الأمنية اللي بتأثر على شكل المباراة بشكل مع بعض العناصر اللي كانت إيه كما كانتش في الفورما زي شكبالة وغيرها بالزبط ولكن أنا يعني لو في الفترة الجاية قادر الأهل والزمالك يستعدوا بشكل كويس أو أن كان جوا مصر أو برا مصر أو أتمنى أنه طبعا يبقى جوا مصر لأن كل ده في الآخر يعني بيحسن الصورة شوية هل لسه متفق على هل لسه يعني شايف أن اللعب بدون جمهور ده هل ده قرار كان صائب ومفروض يستمر لحد إمتى لا هو مباراة الزمالك بالذات الزمالك عنده عقوبة من الموسم الماضي مباراتين بدون جمهور وهي كده عقوبته انتهت في الاتحاد الأفريقي ده بعد ماتش الأفريقي التونسي اللي كان فيه وقعة الجلابية الشهيرة بعد الواقع دي الزمالك أخذ ماتشين من قبل الاتحاد الأفريقي عقوبة فبالتالي بيلعب من غير جمهور الأهل بقى مما يلعب على أرضه في السادة كلها الحربية ده هيبقى أول ماتش فيه محك لأن ده بجمهور هل الأمن هنا هيسمح ولا لا؟ هيسمح ولا لا يعني الزمالك ممنوع أن يجيب جمهور وده كانت من كده يعني لك أنت تتخالي أن انبارح حكم المباراة وقف المباراة بالكامل في الشوت الثاني مرضيش يلعب غير لما مجموعة صحفيين قاعدين في المقصورة فشكل المقصورة فيها شوية ناس فقال لك لا يعودوا في مكانه مفضلي خالص ما لسات فاضي يعني أنت بتتكلم أن الحكم رفض يلعب الماتش وفيه 20-30 واحد موجودين لأنه قرار موجود كويس وقال لك الصحفيين يقعدوا في مكانهم ماشي أنت النهاردة ماتش الأهلي مسموح لك أن يبقى فيه جمهور هل أنت أمن كأمن قادر على أنك تخليه الجمهور ولو الأمن قال لأ هل هيحصل اعتراض ولا لأ هيحصل اعتراض طيب وبعدين برضو إيه سيحيتحمل هنا بقى تحلق قرار المسؤولية على أرض ملعب السادق كلال الحربية فالمفروض أن أنت إيه يعني موجود في منطقة عسكرية فبالتالي التأمين فيها أعلى في التوقيت الحالي والمشجع أو المواطن المصري حتى الآن يعني يعني ساعات الجمهور اللي بيبقى عايز يخرج عن النص لما بيلاقي فيه شكل راضع ليه بيهدى شوي مع احترامي رجل الشرطة بقى فيه معاركة بينه وبين الجمهور أما رجل الجيش بالضبط ما زال حتى الآن في حاجز فبالتالي هو ده اللي ممكن على خلاله نجيب جمهور يحضر إنه برضو عدم تكاف وإنت لو شفت المتش مبارح بتاع الأهلي والبن الأسيوبي جمهور اللي موجود مع البن ملعب مليان على آخره فبالتالي أنت من حقك برضو أنك تستعين بجمهورك وتبدأ تحرك الدنيا شوي بس خايب لك أن جمهورك هو بيعاني من أزمة يعني أصلا بقى وإحنا حكّاني فيها دلوقتي أكيد مع ما هي تشكر تبور سعيد طب يعني لو جينا بقى فعلا للأزمة اللي مش بس الجماهير هي اللي بتعاني منها كلنا بنعاني منها بصراحة بس اتحاد الكرة وكرارات اتحاد الكرة بشأن النادي المصري وجماهير بور سعيد أعتقد أن يعني كان ظهر قوي في فترة اللي فاتت الناس رفضة القرارات دي يعني هقولك حاجة مهمة جدا لما بتحصل مشكلة أيا كان في حياتنا لازم نعرف نتعامل مع الأزمة ازاي لو النهاردة حضرتك حصل مشكلة وخدت قرار النهاردة صدقيني هتاخذي قرار بشكل كويس هو مش تصرع ولكن عشان يبقى قرار راضع خاصة لو حدث خروج عن النص لما اتطلعي القرار بعد 52 يوم بدون أسباب وفي الآخر تقولي أن هذا القرار خرج وفقا لللوايح طب هي اللوايح دي ما كانتش موجودة طوال 52 يوم ولكن أنا هفنط لحضرتك للمشكلة حصلت بهذا الشكل مشكلة حصلت بهذا الشكل لأن هناك كان قرار خاطئ من سيد جمال الجنزوري رئيس الوزراء لما أقال اتحاد الكرة أنت لما أقلت اتحاد الكرة بلقاسة سامير زاهر أنت هنا عافيته أولا من المسئولية ثانيا شكلت لجنة هي غير قادرة في الوقت الحالي على اتخاذ قرارات مهمة رغم اعتراف الفيفا بهذه اللجنة فبالتالي هناك تدخل حكومي وأنا بقول أن هذا القرار هو قرار سياسي وليس قرار رياضي أزمة بور سعيد لها شقين شق جنائي وشق رياضي شق جنائي محكمة أو النيابة اتخذت حولت 73 واحد للجنات فده اللي قتل واللي واللي خلاص ده جزء لكن الملعب والفريق لازم بيتعاقب مش بيتعاقب عشان فريق المصري عمل حاجة أو ملعب بور سعيد عمل ليه سبب لا لكن هي في فلسفة من الاتحاد الدولي وفقا للمادة 65 فلوالح الاتحاد الدولي بتقول أن صاحب الأرض هو مسؤول عن فريقه وجماهيره وفريق الخصم وجمهوره والتحكيم وكل ما موجود على أرض الملعب المشكلة الأكبر أن النواب بور سعيد أخذوا من قصة بور سعيد موضوع وطني بشكل غريب جدا قصة كلها في ملعب وستاذ بور سعيد بتارية تقال بور سعيد الباسلة بور سعيد ما كل الناس عارف بور سعيد الباسلة بور سعيد من مصر دخول أعضاء مجلس الشعب الستة البور سعيدية في صراع مع جمهور الأهل وجمهور الكرة المصرية وكذب أصوات بطريقة غير شريفة على جسس 24 على حساب القضية 74 شهيد دي كانت نقطة فارقة وقعدتهم مع رئيس الوزراء والتدخل ده هو اللي قد أن القرارات في الآخر بعد 52 يوم تطلع لا ترضي النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي ولا ترضي المصري أولا جمهور المصري أنا مش عارف بيعترض عليه لو انعكسنا الأمر وقلنا لجمهور المصري أنك أنت مات من عندك 74 مشجعة إيه كان الحل إيه كان الحل في نفس الوقت بعد صدور قرارات اتحاد الكرة قامت مظاهرات في بورسعيد من بعض الجماهير بعد رشق وقناة السويس وكلام بيتقال طبعا صعب جدا إنا نقوله ونشجع عليه وإيه ده يتحمله أعضاء مجل الشعب في بورسعيد تقف يا طفل طفل برضو في الأحداث دي توافع يعني برضو البقال اللي هي في أهل وداب يعني زنبه إيه حرام طيب العقوبة المضحقة بتاعت اتحاد الكرة إقاف أو تجميد النشاط في المصري سنتين كويس السنة دي والسنة الجاية طب السنة دي كده كده ملغي عارف ده معناه يا شريف إن فيه واحد ميت إنت بتحكم عليه بالإعدام هو ميت فأنت بتقول لنا عدمك وإنت ميت أو لو كان بأسر رجعي كان ممكن لو كده يعني كان ممكن تبقى السنة اللي جاية واللي بعدها على أساس السنة لو سنتين يبقى السنتين قائمين بالفعل بالزبط بعد السنة اللي هي أسر بالزبط دي حاجة فأنت كده كنادي مصري من حقك تلتمس ومن حق النادي الأهل يتظلم عليك طيب هل هل لوحي الفيفا بتسمح بالتجميد لا فبالتالي لما المصري يلجأ للمحكمة على الفكرة فيش لجوء للفيفا اللجوء بمحكمة الرياضية الدولية فالمحكمة الرياضية فض منازعات فدي مش منازعة ده حكم من الاتحاد المصري فإذا كان حكم الاتحاد المصري إذا رأت المحكمة الرياضية الدولية إن الحكم عايز يتغلز هترجع تاني الاتحاد المصري تقول له أعمل حكم تاني وهذه الحالة مش هتحصل غير لو الأهل اشتكى لو الأهل اشتكى لو المصري بس تظلم على العقوبة هتتخفف وطالما لوحي الفيفا ما فيش تجميد هيبقى القرار خلاص يعني ممكن كمان نشوف الحكم يبقى هو قرار في شكله إنه جامد جدا لكن وفقا للوايح هتلاقي ما فيش قرار أساسا أرجع لك بقى العقوبة الأهلي أربع مباراة من غير جمهور أربع مباراة منويل جزي أربع مباراة حسام غالي طيب اللايح هنا بتقول إيه بتقول لا يمكن التظلم على دي المادة 66 من نظام الأساسي التابعة لمحكمة الرياضية الدولية طيب المادة 66 بتقول لا يمكن التظلم على عقوبات لا تتجاوز لأربع مباراة أو لقاف ثلاث شهور فبالتالي عقوبة الأهلي كمان مش من حقه يتظلم عليها فكده الأهلي أخد عقوبة مش من حقه يتظلم عليها يعني أنا عايزة أسأل حدريك حاجة معلاش العقوبات دي اللي طلعها اتحاد الكورة بالزبط اللي هو المفروض أنه على علم بكل القوانين اللي حدريك بتتكلم عنها بزبط أنا عشان كده بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك أن هذا القرار قرار سياسي وليس قرار رياضي بس لو كانت هو قرار سياسي هدفه هدفه في التهديئة طب ما هو ما هداش أول ما نزل دي حاجة مهمة عندما تقحم ما هو ليس متخصص بشيء يفسده إدخال كائن حي في نظرية علماء بتقول لك إدخال كائن حي على بيئة متوازنة بيدرها فدي بيئة رياضية هدخل فيه عنصر السياسة قصة تانية بس علاء ما هو خليها بس عشان نبقى حقا قد الحق حان دي حاجة نتكلم على كل الأطراف أنا معاك ما هو لما كان في الفترة الأخيرة على مدى الأزمات الأخيرة كان أي أزمة رياضية أول حاجة كابت بتتقال اتحاد الكرة إحنا عندنا في مشاكل ودكتور سمير زهر عندنا تشكيك في قراراته وما بقى صراحة بقى لازم يتحل طيب عشان كده بقى كان لازل يتدخل أكبر وده اللي نادة بيجمهير قاله لأ اللي حصلت في برسائي ده لازل يتدخل أكبر ما ينفعش تدخل في منظومة ما ينفعش تدخل قرارات سياسية أو حكومية اللي هو المعني اتحاد الكرة هو صاحب القرار وده الأخر عشان نقولك إن القرار سياسي قرار قعد 52 يوم لأنه مش لأي لازمة كان من الأول مشكلة مع اتحاد الكرة أصلا مشكلة مع اتحاد الكرة هي مشكلة في إدارته لللعبة ولكن مش مشكلة مش إدارته للأزمات لا معهم مش مشكلة في اتخاذ قرار ما أنت ما ديتوش الفرصة أن ياخد قرار أنت أقلت أنت أقلت فإقالتك دي في هذا التوقيت أولا أعفيته من المسئولية وده الكلام اللي قلته في الأول أنت أعفيته كده من المسئولية ثانيا جبت لجنة مؤقتة غير قدرة على اتخاذ قرار واتخدت حضر لك القرار فبالتالي أنت النهاردة خدت قرار ما هو أنت في الآخر القرار إيه طب كان أدابك إختيار تايق الاتحاد الكرة ياخد قراره وبعد كده لأنه نقول القرار ده وكان أكيد حيطلع غير راضي للجماهير لأنه أثبت الاتحاد الكرة على مدى السنين اللي فاتت أنه هو وتعامله مع الأزمات مش قد كده كان حيحصل ليه بقى لا أنت كان لازم تاخد بصم إذا لم تستطع أنت تتخذ قرار حاسم على جسس 74 شهيد فأنت لن تستطيع أن تدير أي شيء إذا أنت في ملعب كرة قدم وفي رياضة ده أكتر من اللي راحوا في مدان التحريف يعني أنت لو يعني أكتر من مرة قلت خلاص كده أنا عفيته من المسئولية أن أنا أقلت اتحاد الكرة برئيسة ساميش زاهر ده معناه أنا كده شلته من منصبه تمام بس إزاي هل المسئولية القانونية يعني ما بتقع لا تقع عليه المسئولية ما عندهش مسئولية يعني دي حاجة ودي حاجة أنا شلته من المنصب طالما الشرق الجنائي طالما الشرق الجنائي في حالة 73 متهم ما أحلش حد من اتحاد الكرة إذن هو معلوش مسئولية قانونية هو عليه مسئولية يعني إدارية بحكم منصبه لأنه مسئول عن إدارة هذه اللعبة فبالتالي هو كان قادر يتخذ قرارات وقرارات سريعة في هذا التوقيت طلع تقرير لجلة تنقص الحقائق مهمة أوى على فكرة نقطة دي أوي لأنه أهم حاجة قالها إن كان فيه تقصير أمني واضح والتقصير الأمني دوت كان بيتبع رزالية المؤامرة في فكرة تغيير مدير الأمن في آخر اللحظة كل الكلام ده راح فينا أقول هلك بالنص التقرير قال يسر وسهل ومكن الأمن الثلاثة ألفاث دول تقالوا الثلاثة دول أدنوا الأمن طيب ما هو وفقا لهذا التقرير تم حالة 15 قيادة شرطية إلى الجنايات الجزء اللي أنا بقول لك عليه حضرتك قلت جزء أمومي جدا في إيه أنا مجلس الشعب قال لك أنا في هذا التوقيت قال لك أنا إيه بعمل ده تقرير مبدئي عن الحدثة فالتقرير المبدئي ده اتقال بهذا النص طب فين التقرير نهائي يا مجلس الشعب ما فيش ده النيابة خلصت وحالة الشق الجنائي وفي نفس الوقت الحكم الرياضي طلع ومجلس الشعب تغيب هل معنى تغيب مجلس الشعب لأن الدكتور أكرم الشعر المنتمي لبورسعيد واللي كان ليه دور يعني ما كانش كويس في الأزمة وأنه كان واحد من أسباب إشعال الأزمة عندما يعني يعني استكمال القرار وده اللي خليها في الأول طلع قرار أو قرارات مبدئية وحتى الآن مجلس الشعب أنا برضو بقول للمجلس الشعب انت حاولت وكفحت ولكن خليكوا بقى في طوابير البنزيم خليكوا في الأنابيب برضو بعيدوا عن الكورة واسبوها الناس لمين بقى؟ ده شؤال مهم جدا لوحنا ناتي بقول لتحدي الكورة ما فيش بنقول للمجلس الشعب ما فيش وبنقول لما بشبه بتوع السياسة ما لهمش دعوا بالكورة والشيك الجنائي الشيك الجنائي هو المسك إن أنا أقول اتحاد الكورة ما فيش أنا اللي وصلت نفس الكتب لما خدت قرار سياسي غلق انت خب التحاج جديد مثلا انت كان المفروض تدعو لجمعية عمومية وتعمل لجنة مؤقتة بقدر اتحاد تدير في هذا التوقيت وغير كده عندك راس الهرم المجلس القومي للرياضة اللي هو حتى الآن موجود بيتفرج زينا كده على الأحداث صحيح أستاذ زهاب الخطيب النقد الرياضي في جريدة المصر اليوم يعني بنشكر حقيقي أنا بشكركم جدا والحقيقة يعني إحنا نمكر عشان يعني لنفعل لأن في الأول في الآخر زي ما قلنا تاني إحنا في كل بيت يعرف حد أو في حد فيه راح بسبب مات شكورة فأعتقد أن زي من الناس دي مش حيروح حضر أكيد وحنبضل وراء الموضوع لحد ما نشوف أختها إيه وإحنا وراهم الزمان طبع بشكري بشكري كشيف شكري كبير بشكري كل المشاهدين تابعونا النهاردة بكرا إن شاء الله نشوفكم فريع عمل جديد يوم جديد نهارك فايل